السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم تلاميذ الصف الثالث اكتدائي مدرسة الاماني الاهلية معكم استنور الهدى مادة اللغة العربية اليوم سوف نقوم بمراجعة موضوع بطتاني وسلحفات سكنت بطتاني في غدير وسكنت معهما سلحفات وأصبحت السلحفات صديقة للبطتين تزورهما كل يوم فيقضي الثلاثة وقتا جميلا في الحديث والسمر بالقرب من الغدير وبعد مدة من الزمان جف ماء الغدير وأرادت البطتاني أن تغادر المكان وتذهبا إلى غدير آخر فيه ماء كثير جاءت البطتاني لوداع السلحفات وقالت السلام عليك فإننا ذاهبتان إلى غدير آخر قالت السلحفات أنا لا أقدر على العيش إلا في الماء فخذاني معكما ولا تتركاني وحيدة فكرت البطتاني وقالتا السلحفات لا تقدر على الطيران على الطيراني فكيف السبيل إلى حملها أحذرت البطتاني عصى وأمسكت كل واحدة منهما طرفا بمنقارها وطلبتا منه السلحفات أن تتعلق في وسط العصى وقالتا لها لا تخافي أيتها الصديقة سنطير بك إلى غدير آخر امسكي بالعصى جيدا بفمك ولا تتكلمي في أثناء السفر فتقعي وتموتي شاهد بعض الناس البطتان التحملان السلحفات فقالوا عجب عجب بطتان التحملان السلحفات سلحفات أرادت السلحفات أن تتكلم لكنها تذكرت نصيحة البطتين فسكتت وبقيت ساكتة لا تتكلم إلى أن وصلا الثلاثة إلى غدين فيه ماء شكرت السلحفات البطتين على معروفهما وعاشت معهما في الغدير الجديد سعيدة الكلمات التي يجب التركيز عليها بمنقارها لا تخافي بفمكي وأمسكت تحملاني عجب معروفهما كذلك كلمة لوداعي تزورهما فخذاني ذاهبتاني تغادرا ننتقل أحباء الصغار إلى موضوع الخبز طلب صبي خبزا من رجل فطلب الرجل الخبز من الخباز فطلب الخباز طحين من التاجر فطلب التاجر الطحين من الطحان فطلب الطحان حنطة من فلاح فزرع الفلاح زرعا فأخرج الزرع حنطة فطحن الطحان الحنطة فصار الطحينا فباع الطحان الطحين للتاجر وباع التاجر الطحين للخباز فجعل الخباز الطحين عجينا وخبزه فصار خبزا فباع الخباز الخبز للرجل فأعطى الرجل الخبز للولد أخذ الولد الخبز فأكله وقال الحمد لله رب العالمين أحباء الصغار التركيز على الكلمات الآتية وخبزه عجينا فأكله الحمد لله رب العالمين كذلك كلمة الخباز التاجر فلاحا طحانا حنطة وكلمة وباع باع أترككم في حفظ الله